طب احنا معنا بعض الصحفيين لأستاذ إبراهيم المينيسي والأستاذ محمود صبري عاوزين يتكلموا كلمة كده لكابت الحسن حمدي فضل يا سمين شارفونا حياة كابت الحسن حمدي مفيش مبالغة انك تقول انه واحد من اهم واكفى واشتر وابرز القيادات الرياضية في تاريخ الرياضة المصرية تقدر تصنفه في مكان متقدم جدا بين افضل القيادات اللي ادرت الرياضة في مصر مش بس النادي الاهلي لانه الحقيقة كابت الحسن سماته الشخصية الادارية تدرس النموذج بتاعه في العمل في النادي الاهلي يحتاج الناس كتير توقف عنده صحيح انه يمكن اقترابه الكتير من الكابتن صالح ولما سؤل انا يمكن ويعي تحت ايدي مرة كتاب عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان الكابتن حسن حمدي ناشئ 14 سنة فلما سؤل عن مسأله الاعلى هو عنده 14 سنة قالك صالح سليم انت متخيل ان فيه ناشئ راصد هدفه وراصد النموذج اللي بيتعلم منه وراصد التجربة اللي بصص عليها وكابتن صالح وقتها كان ملء السم والبصر كلعب في الفريق الاول لكن تشائل اقدار انه مفيش اتنين ارتبطوا اداريا مع بعض في مشوار طويل جدا اكتر من الكابتن حسن حمدي مع كابتن صالح كابتن صالح عضو مجلس ادارة مشرف على الكرة كابتن حسن كابتن النادي الاهلي فعلاقة الكابتن بالمشرف علاقة مرتبطة جدا كابتن صالح يدخل مجلس ادارة النادي يختار الكابتن حسن حمدي عضو مجلس ادارة بالتعيين ثم يستمر الكابتن حسن مع الكابتن صالح كابتن حسن تبوأ كل مقاعد مجلس الادارة خلف الكابتن صالح عضو مجلس ادارة امين سندوق نائب رئيس النادي رئيس بالانابة بعد وفاة الكابتن صالح حتى في فترات الكابتن صالح لما بيبقى فيها في لندن اللي بيدير واللي بيشرف واللي بيقدر عمل كاملا الكابتن حسن فأنت بتتكلم على تلاصق تام جدا ويمكن مع السمات الشخصية اللي تميز بها الكابتن حسن حمدي استفاد كمان من كارزمة الكابتن صالح من تكوين وتركيبة الكابتن صالح فجمع الكابتن حسن حمدي ما بين عنفوان القرار اللي كان بيتميز به الكابتن صالح كابتن صالح يمكن من سماته الإدارية أنه كان دايما وأبدا عنده مرجعية مجلس الإدارة لما بتتكلم معاه في أي حاجة يقولك نشوف مجلس إدارة يعمل إيه على الترابيزة عنده قدر عالي جدا من الدموقراطية في الحوار والمناقشة وعنده دكتاتورية جديدة جدا في التنفيذ إذا كان القرار التاخد ففيه دفاع باستماتة عنه كابتن حسن أضاف إلى عنفوان القرار المدروس والدفاع عنه بقوة كمان شخصية كابتن حسن حمدي في الدبلوماسية الهادئة كابتن حسن حمدي ربنا يمتعك بالصحة والسعادة دايما وأبدا أكيد بتوحشنا وأكيد بنتمنى نشوفك دايما بس الأهم أننا بنطمئن عليك بنطمئن على تجربك حتى الرياضية بنطمئن على الأثر اللي أنت تركته عند الجميع السيرة الطيبة جدا اللي عنده كل الناس ربنا ادي لك الصحة والطولة لأمر ونظر لي دايما وأبدا سعداء بوجودك معنا حسن حمدي مدرسة في الإدارة يعني تميزت بالعمل في الصمت وهدوء دون ضجيج والبحث عن الأضواء حسن حمدي امتداد لمدرسة كابتن صالح سليم يعني هذا من هذا يعني مدرسة صنعت وقدمت للأهلي الكثير على مدار السنوات الماضية حسن حمدي تعلم منه الكثير من حتى الحالين في ناس استفادت من خبراته ومن العمل معاه كابتن حسن حمدي أدم نموذج إزاي ولعب كورة أصبح إدارة متألخ ووصل إلى التفوق التفوق ده كمان ما كانش على مستوى وجوده في ناد الأهلي ده كمان على مستوى العمل خارج أساس الأهراب أنا يعني عشرات كابتن حسن حمدي على مدار الفترة فاتت في تغطية أخبار الناد الأهلي والعمل معاه لا فيه فيه اسلوب منظم طبعا مش كل عمل بيبقى كامل أكيد بيبقى فيه حاجات واخطاء لكن إزاي القدرة أنك تتجاوز هذه الهفوات إزاي بتستطيع أنك تتخطها كل الظروف كانت مهيئة رغم أنه مر بفترة وعصيبة جدا إنه استطاع أنه الأهلي يكتب نجاحه بأحرف من زهب وصل إلى كاس العالم الأندية أكثر من خمس مرات دوري أبدال أفريقيا تسايد الموقف أصبح المشهد واضح في المستوى المحلي ده كلام ربما ولكن حسن حمدي ظلم إعلامية ظلم إعلامية إنه لم يأخذ حقه من الإعلام البعض ربما يتوارى ليعطي هذا الرجل حق لكن بأمانة هذه الفترة هي تتحدث عما فعله حسن حمدي للنادي الأهل وما قدمه من إخلاص وعمل دقوب دائم كانت مصلحته رقم واحد هو نجاح الآل للحفاظ عليه كابتن حسن حمدي بأمانة شديدة ما زال حتى لأنه هو المرجع الكثير من الأهلوية اللي بيحبوا النادي الآلي يتابع عاوز أقول أن أنا بتمنى له الصحة والعافية إنه يستمر وجوده وبيدي نوع من الاطمئنان وجوده بيدي نوع من الهدوء الكثير من الأهلوية ربنا يديم عليك الصحة والعافية وبارك في عمك يا كابتن كابتن حسن تعليق إيه لصيد بريم المينيسي ومحمود صبي ما أقدرش بالحاجة أشكرهم يعني على التقييم دوت ما أقدرش كان في حاجة ترجمة نانسي قنقر